لن تحرب مني هذه المرة شاهدي وتعلمي كتارة هذه طريقة صيد السمك ساكا انظر شش كتارة ستجعلينها تحرب كأني أشمها مطهوة ولكن ساكا استطلت واحدة هاي لماذا يا كتارة في كل مرة تلعبين فيها ألعابا مائية أنا أبتل ليست ألعابا إنه تسخير الماء وهو فن نعم نعم فن قديم من ثقافتنا إلخ 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 اسمعي أنا أقول لو أن لي قوة لحتفظت بغرابة لنفسي تسميني غريبة لست من يراقب عضلاته كلما رأيت صورتي في الماء استرس إلى اليسار إلى اليسار تسمي هذا يسارا لا يعجبك توجيهي حسنا إذن هيا سخر الثلج لنخرج فأنا المخطئة كان يجب أن أتركك بالمنزل دعي الأمر للبنات فيفسدونا أنت أكبر مغرور مراهق أحمق كم تهرجني قرابتي بك منذ ماتت أمي أنا أقوم بكل العمل بينما تلعب أنت بالخارج كتارا حتى ملابسك أغسلها هل حاولت أن تشمر جواربك من قبل؟ دعني أصرح لا تفر كتارا اسمعيني لا اكتفيت أنا لن أساعدك لتعتمد على نفسك حسنا لست غريبة فقط بل مخيفة أيضا تعني أنني فعلت هذا؟ نعم أهنئك بشدة فهمت أشرت لعشيرة النار بذلك الضوء وهكذا أنت ترشدهم إلينا أنج لم يفعل أي شيء كان حادثا نعم كنا عند السفينة وكانت مفخخة وبعدها نحن دخلنا و كتارا ما كان عليك دخول السفينة الآن كلنا في خطر لا تلوموا كتارا أنا قمت بذلك إنه خطأي أهن الخائن اعترف ابتعدوا عن هذا الجاسوس فورا الغريب مطرود من قبيلتنا ساكا أنت تخطئ أنا فقط أفي بوعدي لأبي أنا أحميكم من الأعداء أمثاله أنج ليس عدونا ألا ترى لقد أعاد أنج ما فقدناه منذ زمن المرح المرح؟ لن نقاتل مسخر النار بالمرح لكنك لم تجربه ارحل من هنا الآن جدتي أرجوك لا تترك ساكا يفعل هذا تعرفين أن دخول السفينة ممنوع ساكا محق يفضل أن يغادرنا مسخر الهواء حسناً إذن سأغادر أيضاً هيا يا أنج هيا بنا إلى أين أنت ذاهبة؟ لأجد مسخر ماء أنج سيأخذني للقدب الشمالي حقاً؟ رائع كتارة هل تفضلين هذا الشخص على قبيلتك وعائلتك؟ كتارة لا أريد إبعادك عن عائلتك إذن ستغادر القدب الجنوبي؟ أهو الوداع؟ أشكرك على كل حال أين ستذهب؟ أظنوني سأعود لأبحث عن مسخر الهواء ياه لم أنظف غرفتي منذ مائة عام وأنا أتطلع لهذا سعيد بلقاء الجميع ارحل من هنا أنت وهذا الوحش فوراً هيا يا آبا ستستطيع يب يب نعم هذا أفضل أينك لا تذهب سأفتقدك سأفتقدك أيضاً هيا يا آبا كيتارا ستتحسنين بعد سعيدة الآن ذهبت فرصتي الوحيدة لأكون مسخرة ماء استيقظ يا ساكا مدرسة الهواء حان الموعد نوم الآن مدرسة لاحقا ساكا استيقظ هناك ثوبان في كيس نومك أبعد أبعد رأى أفقت هيا بنا لا تقل في هذا أضرب أنا من فتيات آسف يا فتيات لا أريد مقاطعة الرقص كنت أبحث عن مكان للتمرين خسنا هذا المكان مناسب آسفة بشأن الأمس لم أعرف أنكم أصدقاء الأفاتار لا عليكي أعني عادة أنتقم لكن لأن كنا بعض الفتيات سأتغضى نتمنى هذا رجل كبير قوي مثلك ليس لنا فرصة فعلا لكن لا تتضايقي أنا أفضل محارب في قريتي أوه أفضل محارب في كل قريتك ربما تتكرم وتشرح لنا قليلا أوه حسنا أعني أنا هيا يا فتيات ألا تردن أن يعلمكن؟ حسنا طالما تردن يشرفني حسنا أنت قفي هنا الآن قد يد هذا صعبا لكن حوالي صدي جيد كنت أتهون معك بالطبع بالطبع فلتحاولي صد هذا اكتفيت ستعلمنا شيئا آخر؟ كانت شجاعة من هارول يسخر الأرض لمساعدة الرجل العجوز لابد أنك يشجعتيه أظن ذلك حان وقت النوم سنغادر في الفجر الفجر؟ ألا ننام ولو مرة؟ طبعا لا هذه القرية مليئة بمسخر النار لو اكتشفوك هنا يا أنج سنأكل نارا على الإفطار ليلة سعيدة كرة النار أفضل من البندق ليلة سعيدة أنتك مجنونة يا كتارة ولكن قد ينجح هذا هناك ممرات تهوية للمناجم كل ما علينا أن ندخ الهواء من هذه الفتحة إلى تلك ترتفع الصخرة وترى تسخر مزيف للأرض أنج هل فهمت؟ نعم نعم فهمت هل تذكر الإشارة يا أنج؟ نعم نعم فقط هداء أنتم تفسداني المرح أنا لا أفهم هل تعني بالمرح أن يأسرك جنود أشرار مسخرون للنار؟ تماما هذا هو المرح هاهم خذوا أماكنكم ابتعدي أياتها البغيضة كيف تسميني بغيضة أيها الأبلها يا ضخم الأذنين؟ ماذا؟ أعيدي ما قلت الآن ضخم الأذنين قبيح انظر إليهما هل الطيور والحيوانات تستظل بهما؟ يجب أن تتوقفي جديا توقفي أنا لن أبتعد أظن الأثيال تجتمع وتسخر من كبر حجم أذنيك اكتفيت سأعاقبه سأريك من منا الأقوى تسخير الأرض لقد قلت فليبدأ تسخير الأرض هذا الليمور يسخر الهواء لا يا غبي إنها الفتاة آه طبعا أمسكتها عندك نصف يوم اللي تجد يا هارو سنكون خلفك مومو أنت أذناك كبرتان اسمعه الصمت تام لا حياة إطلاقا أينج ما بك؟ عشيرة النار هؤلاء الهمج يضايقوني لا يحترمون ماذا؟ ألا يفترض أن أخضب؟ لما يفعلون هذا؟ وأنا كيف سمحت بهذا؟ أينج أنت لم تسمح بهذا لا علاقة لك بالأمر لا بل لي واجب الأفاتار حماية الطبيعة لكني لا أقوم بواجبي لهذا نذهب إلى القطب الشمالي لنجد من يعلمك نعم معلم تسخير ماء أنا أريد أن أعرف كيف أكون الأفاتار ياتسو قال إن الأفاتار روكو سيساعدني الأفاتار الصابق لك مات منذ مئة عام كيف إذن سيساعدك؟ أنا لا أعرف لا لا تسعد كثيرا أنت ستنظفني بعدها هذه حركة أساسية وتطلبت شهرين لأتعلمها فلا تحبط لو لم تتقنها بسرعة فقط دفو وجذب الماء هكذا الفكرة في الحركة الموزونة هكذا تقريبا هكذا إذا دومت التدريب فأثق أنك أنا أسخر بالفعل لا أصدق نجاحك سريعا استغرقت الكثير لأتعلمها حسنا أنت تعلمتها وحدك هضيت بمعلمة رائعة شكرا إذن ما التالي؟ ها هي حركة أصعب أسميها سريان الماء إنها أصعب من مظهرها فلا تتضايق لو أحسنت عاد رفعها عند رأسك ليس ضروري آسف إذن لا تتوقفي استمري أنا أعرف حركة أخرى يا إنج لكنها صعبة أنا حتى لم أتقنها بعد الفكرة تكوين موجة ماء عارمة إذن هكذا لقد أتقنت هذه الحركة ماذا بعد؟ كفانا تدريبا اليوم نعم موافق لكي نبأ اللحاق بأشيائنا آسف أثق أننا سنجد بديلا لأشيائنا كان مزعجا حين يسخر الهواء فقط لقد كنت أحب القراصنة لكنهم مريعون أعرف لهذا أخذت هذه مشتحيل أليس هذا رائعا؟ لهذا كانوا يطاردون أنا سرق في هذه المخطوطة أفضل تسميتها تجارة المخاطرة هذه لطيفة ساكا؟ من أين تظنهم أحضروها؟ بالطبع سرقوها من مسخير الماء هذا لا يهم عرضتنا للخطر فقط لتتعلم بعض حركات نثر الماء الغبية؟ هذه حركات تسخير ماء حقيقية تعرف مدى أهمية تعلم أنجي هذا وليكن ما حدث قد حدث إنها معنا هي بنا نتعلم إنمممو انتظر يا مومو حسناً وأنتم هذا سيستغرق الكثير هذا مفيد هذا فخ لعشرة النار فقد صنع من الحديد يجب أن نفض المخيم ونرحل لا 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 تيران هذه المرة ماذا؟ لماذا لا نطير؟ فكرا معي الأمير زوكو وعشرة النار دائماً يجدوننا لأنهم يرون آبا إنه ملحوظ ماذا؟ إنه حيوان عملك بسهم على رأسه كيف لا يلحظ؟ ساك يا غارو لأنه بلا سهم أعرف أنكما تريداني الطيران لكن غريزاتي تخبرني أن نمشي هذه المرة من الصبك زعيماً؟ لست الزعيم أنا القائد أنت القائد؟ لكن صوتك ما زال رفيعاً أنا الأكبر سناً وأنا محارب لذا أنا القائد من يصلح للقيادة هو أنج أعني هو الأفاتار أتمزحين؟ إنه مجرد طف إنه محق لماذا تظن أنه لابد من قائد؟ لا أتخيلك قائداً حتى بين الأطفال أنا بالفعل قائد أنت فقط لم ترينني متى؟ في الأحلام ما أغرب الأحلام لا لم أكن أحلم اسمعي غريزتي تخبرني أن فرصتنا أفضل في المش القائد يفق بغريزته حسناً سنجرب طريقتك أيها القائد الحكيم من يدري؟ قد يعجبنا المش المش ممل كيف تحرك الناس بلا ثور طائر؟ لا أعرف يا أنج لما لا تسأل غريزة ساكا؟ يبدو أنها تعرف كل شيء طريفة لقد تعبت من حمل الحقيبة تعلم من يجب أن يحمل الحقيبة؟ غريزة ساكا فكرة رائعة يا غريزة ساكا من فضلك؟ حسناً حسناً فهمت اسمعها أنا متعب أيضاً المهم أننا بأمان من عشيرة النار اليوم أحرزنا نصراً آخر على عشيرة النار أسعدتني نظرة جندي الناري عندما نزل الدوق على رأسه وقاده كالقردة البرية الآن عشيرة النار تظن أنه لا خوف من بعض الأطفال المختبئين على الشجر ربما هم حقون أو ربما ظنهم هذا خاطئ يا جيت خطبة رائعة شكراً بالمناسبة أنا معجب جداً بك أنت وأنك تسخير رائع ما رأيته اليوم حسناً هو رائع إنه الأفاتار أنا أحتاج بعض التدريب الأفاتار لطيف جداً شكراً يا جيت أعرف طريقة لتساعدنا بها أنت وأنك للأسف سنغادر هذه الليلة ساكا لا تمزح أحتاجك في مهمة صعبة غداً آية مهمة ماذا تفعل؟ شت إنها تقوي الموجات حيلة جيدة لا شيء حتى الآن انتظر نعم إن أحدهم قادم كم عددهم؟ أظنه واحداً فقط أحسنت يا ساكا جاهز سلاحك انتظر إنظار كاذب إنه رجل عجوز ماذا تفعل في غابتنا يا ضعيف؟ أنا يا سيدي أنا مجرد مسافر أتحب تدمير القرى؟ أتحب تدمير العائلات؟ أتحب؟ أرجوك دعني أذهب كن رحيماً هل يترك الناريون الناس ترحل؟ هل عشيرة النار ترحم؟ جيد إنه رجل عجوز إنه من عشيرة النار فتش لكنه لا يؤذي أحداً هل نسيت أن عشيرة النار قتلت أمك؟ تذكر لما تقاتل أخافنا أشياء هذا غير صحيح هذا واجبنا الآن هيا بنا ساكا هيا ساكا انظر ماذا أعطاني الدوق أهلاً يا ساكا هل عاد جيت؟ نعم لقد عاد لكننا سنرحل ماذا؟ لكني سنعط له قبعة صديقك جيت سفاح ماذا؟ ليس كذلك إنه مختل يا كتارة إنه ليس مختلاً فقط حياته مختلفة عننا حياته مرحة لقد ضرب وصرق رجلاً عجوز سأسمع أولاً تبرير جيت ساكا حكيت ما حدث ولم تقل لهم أن الرجل من عشيرة النار لا بالطبع ساكا أغفل هذا الجزء نعم كان من عشيرة النار ولكنه كان مسالماً كان قتلاً يا ساكا أترى؟ هذه أبوة للسم في السكين لقد أتى ليقتلني أنت أنقذت حياتي يا ساكا كنت أعرف أن هناك تفسيراً لم أرى أي سكين هذا لأنه كان يخفيها أترى يا ساكا؟ أثق أنك لم ترى هذا السكين لم يكن هناك سكيناً سأعود إلى الخيمة وأحزم أمتعتي قول لي أنكم لن تغادر أحتاجكم فعلاً ماذا نفعل؟ عشيرة النار تخطط لإحراق الغابة لو سخرتم الماء من الخزان سنقوم به الحريق لكن لو غادرتما الآن سيدمرون كل الغابة لا يمكننا الرحيل الآن بينما عشيرة النار ستحرق الغابة آسف يا كيتارا هو لطيف وأنا لا أفق به أتعرف ما أظن؟ أنت تغار لأنه محارب أفضل وقائد أفضل كيتارا أنا لا أغار من أحد إنها فقط غريزتي غريزتي تقول أن علينا البقاء قليلاً ومساعدة جيت هيا يا إنك آسف يا ساكا لماذا يا جيت؟ لا أصدق أنني وثقت بك لقد كذبت علي وثقت بك وأنت خائن ماذا تفعل؟ تأخرتي ليه؟ ساكا ما زال هناك إنه فرصتنا هيا يا ساكا آسفة لظني بك أرجوك لا ساكا لم يتمكن من النجاح كل هؤلاء الناس جيت أنت وحش هذا نصر يا كيتارا تذكري هذا عشرة النار ذهبت والوادي الآن بأمان سيكون بأمان بدونك آه ساكا لقد نبهت القرية لخطتك في الموعد ماذا؟ في البداية لم يصدقونني الجنود الناريون ظنوني جسوساً الرجل الذي هاجمته جعلهم يثقون بي وأبعدنا الجميع عن القرية في الموعد إنها عروساتي ساكا يا أحمق كنا سنحرر الوادي من ستحرر؟ الجميع كانوا سيموتون أنت خائن لا يجد أنت خنت منذ توقفت عن مساعدة الآخرين كيتارا أرجوك ساعديني وداعني يجد يب 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 ساكا ما الأمر؟ هل نسيت الغطاء؟ نعم حسناً ساكا يفترض أن تضع الغطاء على الخيمة أتعرف؟ لتحمينا من المطر غالباً أنت محقة لكننا في موسم الجفاف فلست محقة كما أن الغطاء يفيد في البرد ماذا لو أمطرت؟ ولو لم تمطر سيكون الغطاء بلا فائدة أنت مستفز كيتارا لما لا تهتمين بجمع الحطب؟ لأن هذه العدان تدعو للأسف حسناً هذا الخطب لا يعجبك لن أقوم بعمله لو لم تقوم بعملك حسناً أحضرت بعض الطعام أين نار المخيم؟ وماذا حدث للخيمة؟ لماذا لا تسأل الأنسة علامة مالكة الحكمة؟ آه حقاً وأنت سيد الكسل زعيم الزعيم حسناً اسمعيني المشاحنات لا تحل المشاكل الأفعال تحل لتتبادل الأعمال مقنع ليكن أرأيتم حل الخلاف وعم السلام كل هذا من نهام الأفطار هيا يا مومو هذا عدل فأبا يأكل كثيراً شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة